وكان وزير الخارجية سامح شكري قد أكد خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامع العربي على مستوى الخارجية العرب أكد رفض الجامع المساسة بالوضع القانوني والتاريخي للقدس أو المسجد الأقصى وشدد شكري على دعم حل القضية الفلسطينية بناء على شرعية الدولية من خلال تأسيس الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية وتحذر من أن اللجوء للعنف وإراقة دماء الفلسطينيين لن تفدي إلا إلى المزيد من تأجيج العنف والمزيد من التوتر في المنطقة بأكملها وحذرت الجامعة العربية ولا تزال من أن المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا وأكدنا ولا نزال أن المساس بالمسجد الأقصى بمساحته الكاملة ومحاولة تقسيمه زمنيا أو مكانيا هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا فهو كان وسيظل مكان عبادة مخصصة للمسلمين ترجمة نانسي قنقر